بات الوشق الأيبري وهو من أكثر السنوريات المهددة بالانقراض في العالم يواجه خطرا جديدا في موطنه إسبانيا لم يكن متوقعا وهو السيارات فبعدما لامس هذا النوع حدود الانقراض وبعد جهود كبيرة بذلت للحفاظ عليه بات صدم السيارات له أكبر تهديد عليه بحسب منظمة الصندوق العالمي للطبيعة ويتميز الوشق الأيبري بالفرو المرقط والأذنين اللتين يعلوهما الشعر الأسود وهو النوع الوحيد من السنوريات المدرج على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وفي حال اختفى هذا الحيوان الذي يزن بين 10 إلى 14 كيلوغراما فسيكون أول أنواع السنوريات التي تنقرد منذ انقراض النمرذ الأسنان السيفية قبل عشرة آلاف عام لكن جهودا كبيرة بذلت للحفاظ على هذا النوع منها إقامة أربعة مراكز لتربيتها في إسبانيا وواحد في البرتغال في إطار مشروع لايف آي بيرلينز الممول بمعظمه من الاتحاد الأوروبي والذي يعمل على تنصيق جهود السلطات وجهود المنظمات غير الحكومية ونقابات الصيادين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر